حول هذه الرشقات وهذه التطورات معي من عسقلان مراسلنا في رأس لطفي فرأس كيف كانت هذه الرشقات وبالنسبة للبلدات المحيطة بغلاف غزة هذه الرشقات لم تتوقف ولربما كان اللافت فيها ماجد هو استهداف إيلات هذه المنطقة البعيدة حيث سهدقت بصاروخ عيات 250 هذا ما أعلن عنه القسام وأكد الجانب الإسرائيلي سقوط هذا الصاروخ في منطقة المفتوحة ولكن كما ذكرنا هذه المنطقة كانت تعد ملجأ للفرين من نيران الحرب بلدات غلاف قطاع غزة إلى منطقة إيلات وربما الأثر المعنوي في ذلك هو أكبر من الأثر المادية حيث دوت صافرات الإنظار هناك وكأن صافرات الإنظار تلاحق هؤلاء من مكان إلى آخر هذا باتجاه آخر لربما الأهم فيما يجري من تطورات على الأرض هو التوغل المحدود وهو الأكبر من نوعه منذ بداية الحرب ماجد كان هناك توغلات سابقة نفرها الجيش الإسرائيلي وأعلن عنها برا باتجاه أراضي قطاع غزة حيث قال في بيانات سابقة بأن هذه التوغلات كانت في إطار البحث عن قراء وأدلة تشير إلى مكان المقتطفين لدى حركة حماس لكن هذه المرة وخلال توغله من منطقة الشمال توغل بقوات النخبة قوات من لواء جفعاتي مع عدد من الدبابات حيث قال بأن هذا التوغل جاء تمهيدا للمراحل اللاحقة من القتال وهذا ينسجم مع مقاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتانياه يوم أمس بأن هي مجرد بداية ونحضر للدخول البري وقال وأفصح بأنه لن يفصل ماذا وكيف ولماذا سيكون هذا الدخول البري ولن يفصل كما قال الاعتبارات التي تأخذها إسرائيل بعين الاعتبار بفتجاه تنفيذ هذه العملية البرية والتي قال بأن أغلب الناس لا يعرفونها قال أيضا بن يمين نتانياه يعني أن هذه الحرب مستمرة في ملاحقة حماس ورسانتها العسكرية وقياداتها فوق الأرض وتحت الأرض وخارج البلاد وبالتالي أن نحن نتحدث عن تطور لافت في العملية العسكرية أو هذه الحرب على قطاع غزة يوم أنت سبق هذا التوغل ما جد قصف عنيس غير مسبوك على مناطق مختلفة من قطاع غزة الدبابات اشتركت المجفعية اشتركت في هذا القصف كنا نشاهده بأم عيننا والطيران الحربية الإسرائيل الذي قصف بميران كثيفة مناطق مختلفة في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة ليأتي هذا التوغل المحدود وإن كان محدودا ولكنه يشير إلى أن إسرائيل ذاهبة على الأقل إذا لم تكن عملية برية وافعة فهي عملية برية محدودة لربما كما ينظر البعض على الأقل في هذه المرحلة لإعطاء فرصة كما بدأ يتنامى أو تكبر هذه الفكرة باتجاه إعطاء فرصة لإطلاق صراح الأسرة وهنا الجدل الكبير الذي يدور في الأوساط السياسية الإسرائيلية وحتى الإعلامية إذا ما كان هذا التوجه هو لإطلاق صراح جميع الأسرة أم أن التوجه نحو إطلاق الأسرة مزوجي جنسية هناك من لا يميل إلى هذه الفكرة ويقول بأن إذا ما أطلق صراح من يحملون الجنسية الأجنبية فقد يصعب ذلك على إطلاق صراح الإسرائيليين خاصة من الجنود وبالتالي الآن واليوم بشكل متجرد نقول بأن إسرائيل الآن مستويين فيها يتحدث العسك الذي يقول بأنه جاهز وينفذ عمليات داخل قطاع غزة والسياسة الذي يدور فيه الجدل حول تأجيل العملية البرية من عدمها لإعطاء فرصة للإستصالات حول إطلاق صراح الرهائل لدى حركة حماسك من عسقران عبر الهاتف مراسلنا فراس لطفي كان معي شكرا لك فراس فراس ، ، ، ،